بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الأول من الفصل الرابع لمكرر نظم التشغيل في الجزء ده يا جماعة إن شاء الله هناخد موضوع اسمه CPU scheduling أو جدوالة CPU بمقصود بجدوالة CPU يا جماعة هي إزاي CPU هتتعامل مع البروستز مين البروستز اللي تدخل الأول من البروستز التالية من البروستز الأخيرة كل ده بنسميه يا جماعة CPU scheduling أو جدوالة الـ CPU أو وضع خطة أو جدو جدوال للبروستز في كيف تتعامل مع الـ CPU حلو أول هناخد مع بعض historical perspective نبزة تاريخية CPU input output parast primitive non-primptive scheduling scheduling criteria وبعض اللغة اعتمات الجدوالة scheduling algorithms لها مثلاً first conference service short stage of first priority round-robin والمالتليفل وهناخد إن شاء الله نبزة عن المالت والبروستزر وناخد real world systems طيب نبتدي مع بعض وهفكرك بحاجة احنا اخدناها قبل كده اللي هو الفلو للبروستز يعني البروستز بتمشي إزاي في النظام تعالوا مع بعض نفترض إن فيه بروستز بي وان البروستز بي وان دي يا جماعة بتدخل على الـ ready Q مزبوط بتبقى جاهزة للتنفيذ بتخرج من الـ ready Q ها أيوة تمام وتدخل عند مين صح عند الـ CPU تقف عند الـ CPU بي وان تتنفذ فترة زمنية وممكن يحصل حاجة مهمة بالنسبة لها إيه هي إنها تنفيذها ينتهي وتخرج exit أو يحصل إيه تاني يا جماعة يحصلها تقف في عدد من الطوابير في فترات زمنية مختلفة بمعنى إيه بمعنى إنها ممكن تخرج وتروح للـ input output request الطابور بتاع الـ input output ويحصل لها input أو output وتدخل تاني عند الـ ready Q أو الـ CPU تقول لها لو سمحت إنتي وقتك انتهى معايا time slice expired يعني وقتك انتهى هي لفترة زمنية محددة مش هنفعها تعودي معايا وقت كبير قد كده اتفضلي أخرجي وروح التاني عند مين عند الـ ready Q أو الـ CPU ها تخرجها وتوقفها ليه لأنها منتظرة عملية فرعية أخرى منتظرة تنفيذها بنسمى فور كالتشارل بتعمل عملية فرعية والتشارل ده executes وبيطلع النتيجة وتدخل ايه تاني عند الـ ready Q أو بتنتظر مثلا على سبيل مثل الـ interrupt قطع ويحصل الـ interrupt وتدخل تاني عند الـ ready Q إذن من الممكن يحصل البروستيات عدد من ايه من الحالات بس يخلي بالك أحسن حالة ممكن تحصلها إنها تخرج مباشرة أسوء حالة ممكن يحصلها ايه إنها تمر على الطوابير دي كلها مش كده جميل تعالوا مع بعض بقى نتكلم ونقول خلي بالك البروستيات وهي واقفة في الـ ready Q ده هي مش كده آه في واحد واقف يعمل لها جدولة اسمه ايه short term scheduler هو اللي بيختار البروستيات من الـ ready Q ده هو اللي هتدخل عند مين ها عند الـ CPU افتكر الكلام ده وإحنا خدناه قبل كده معي بس يخلي بالك هو بينختار وبينقل البروستيات من هنا عشان تدخل هنا بيختار بروستيات واحدة بس only one بروستيات بيختار معي جماعة جميل طيب وزا ما التفاني قبل كده مش شرط ان هي تخرج مباشرة ممكن تجبر انها تدخل في اي طابور من التغابير اللي احنا اتفقنا عليها دلوقتي مش كده آه running process may be forced to wait جميل جميل طبعا النظام دوت بايه بيبقى في ايه عمليات متعددة مش عمليات واحدة يعني مش على بروستيس واحدة على بروستيس بي واحد وباتنين وباتلاتة اذا هو multi processing معي يا جماعة وخلي بالك يا جماعة عملية الجدولة دي مهمة جدا لأي ايه ها لأي function لنظام التشغيل معي اذا scheduling is a fundamental operating system function هي عبارة عن مهمة اساسية جدا لنظام التشغيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة